اترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نايب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في مدينة اكسبو دبي اجتماعا لمجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر كوب 28 وقال سموه عبر حساب في منصة اكس ترأست في مدينة اكسبو دبي اجتماعا لمجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر كوب 28 استعرضنا في بدايته حصيلة الجهود الوطنية للدولة في المجال البيئي التي شملت اكثر من 120 قرارا في الاستدامة والتغير المناخية وتنمية مواردنا الطبيعية اصدرنا المجلس خلال الاعوام الخمسة الماضية وفي العام 2023 وحدها اطلقنا اكثر من 60 قرارا جديدا شكلت منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والمبادرات لتعزيز جهود الدولة وملفها في مشاركة العالم التصدي لاثار التغير المناخية الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في مجال البيئة والتغير المناخية اتت ثمارها حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة ضمن مؤشر المستقبل الاخضر 2023 والسادس عالميا في معدل استهلاك الطاقة الشمسية الفرد واستثمرت اكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة وتعهدت الامارات ايضا باستثمار 50 مليار دولار اخرى بالقطاع على مدى العقد المقبل واعتمدنا في مجلس الوزراء عشرة مبادرات وقرارات جديدة لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية البيئية الجديدة حيث اعتمدنا لطالة العامة لاستراتيجية التنوع البيولوجي الفين وثلاثة وعشر الفين وواحد وثلاثين والتي تعمل على رصد وحماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال كما اعتمدنا مبادرة عالمية لزالة الكربون من قطاع النفايات واطلاق سجل وطنية لارصدة الكربون بما يمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من تقييم وتوثيق مساهماتهم في التقليل من انبعاثات الكربون بشهادات حكومية موثوقة كما اعتمدنا تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة لتقديمه لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي يوثقون جاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات واعتمدنا ايضا الاصدار الاول من تقرير استراتيجية التنمية طويلة الاجل منخفضة الكربون للدولة كما اعتمدنا انشاء شركة الامارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية واطلاق سياسة لوقود الطيران المستدامة والانشاءات الذكية في الدولة دولة الامارات تواصل العمل بكل جدية ونشاط في مجال الاستدامة والتغير المناخية وجهودنا في هذا القطاع موازية لجهود التنمية الاقتصادية وهي مقوم أساسي وثابت في مسيرتنا التنموية الشاملة والمستمرة باذن الله اشتركوا في القناة